بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثامن من الجزء الأول من كتاب الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين العلم بين مكانتين ملحوظة هامة ما بين الفصل السابع والفصل الثامن جزء محزوف من قصة الأيام الأصلية وفيه يعقد الكاتب مقارنة بين الدراسة في الكتاب والدراسة في الأزهر وبين حفظه للألفية على يد القاضي أحد علماء الأزهر وحفظه للقرآن على يد سيدنا ثم كذبه على أبيه بشأن حفظه للألفية أحداث الفصل اختلاف منزلة العلماء في القرية والمدينة والعاصمة للعلم في القرى ومدن الأقاليم جلال ليس له مثله في العاصمة ولا في بيئاتها العلمية المختلفة وليس في هذا شيء من العجب ولا من الغرابة وإنما هو قانون العرض والطلب يجري على العلم كما يجري على غيره مما يباع ويشترى فبينما يروح العلماء ويغدون في القاهرة لا يحفل بهم أحد أو لا يكاد يحفل بهم أحد وبينما يقول العلماء فيكسرون في القول ويتصرفون في فنونه دون أن يلتفت إليهم أحد غير تلاميزهم في القاهرة ترى علماء الريف وأشياخ القرى ومدن الأقاليم يغدون ويروحون في جلال ومهابة ويقولون فيستمع لهم الناس مع شيء من الإكبار مؤثر جذاب وكان صاحبنا متأثرا بنفسية الريف يكبر العلماء كما يكبرهم الريفيون ويكاد يؤمن بأنهم فطروا من طينة نقية ممتازة غير الطينة التي فطر منها الناس جميعا وكان يسمع لهم وهم يتكلمون فيأخذه شيء من الإعجاب والدهش حاول أن يجد مثله في القاهرة أمام كبار العلماء وجلة الشيوخ فلم يوفق كان علماء المدينة ثلاثة أو أربعة قد تقسموا فيما بينهم إعجاب الناس ومودتهم فأما أحدهم فكان كاتبا في المحكمة الشرعية قصيرا ضخما غليظ الصوت جهوريه يمتلئ شطقه بالألفاظ حين يتكلم فتخرج إليك هذه الألفاظ ضخمة كصاحبها غليظة كصاحبها وتصدمك معانيها كما تصدمك مقاطعها وكان هذا الشيخ من الذين لم يفلحوا في الأزهر قضى فيه ما يشاء أن يقضي من السنين فلم يوفق إلى العالمية ولا إلى القضاء فقنع بمنصب الكاتب في المحكمة على حين كان أخوه قاضيا ممتازا قد جعل له قضاء أحد الأقاليم ولم يكن هذا الشيخ يستطيع أن يجلس في مجلس إلا فخر بأخيه وذم القاضي الذي هو معه كان حنفي المذهب وكان أتباع أبي حنيفة في المدينة قليلين أو لم يكن لأبي حنيفة في المدينة أتباع فكان ذلك يغيظه ويحنقه على خصومه العلماء الآخرين الذين كانوا يتبعون الشافعية أو مالكا ويجدون في أهل المدينة صدا لعلمهم وطلابا للفتوى عندهم فكان لا يدع فرصة إلا مجد فيها فقه أبي حنيفة وغض فيها من فقه مالك والشافعي وأهل الريف مكرة أزكياء فلم يكن يخفى عليهم أن الشيخ إنما يقول ما يقول ويأتي ما يأتي من الأمر متأثرا بالحقد والموجدة فكانوا يعطفون عليه ويضحكون منه منافسة شديدة بين كاتب المحكمة الشرعية وبين الفتى الأزهري وكانت المنافسة شديدة عنيفة بين هذا الشيخ وبين الفتى الأزهري كان ينتخب خليفة في كل سنة فغاضه أن ينتخب هذا الفتى خليفة دونه ولما تحدث الناس أن الفتى سيلقي خطبة الجمعة سمع الشيخ هذا الحديث ولم يقل شيئا حتى إذا كان يوم الجمعة وامتلأ المسجد بالناس وأقبل الفتى يريد أن يصعد المنبر نهض الشيخ حتى انتهى إلى الإمام وقال في صوت سمعه الناس إن هذا الشاب حديث السن وما ينبغي له أن يصعد المنبر ولا أن يخطب ولا أن يصلي بالناس وفيهم الشيوخ وأصحاب الأسنان ولئن خليت بينه وبين المنبر والصلاة لأنصري فن ثم التفت إلى الناس وقال ومن كان منكم حريصا على أن لا تبطل صلاته فليتبعني سمع الناس هذا فاضطربوا وكاد اتقع بينهم الفتنة لولا أن نهض الإمام فخطبهم وصلا بهم وحيل بين الفتى وبين المنبر هذا العام ومع ذلك فقد كان الفتى أجهد نفسه في حفظ الخطبة واستعد لهذا الموقف أياما متصلة وتل الخطبة على أبيه غير مرة وكان أبوه ينتظر هذه الساعة أشد ما يكون لها شوقا وأعظم ما يكون بها ابتهاجا وكانت أمه مشفقة تخاف عليه العين فما كاد يخرج إلى المسجد ذلك اليوم حتى نهضت إلى جمر وضعته في إناء وأخذت تلقي فيه ضروبا من البخور وتطوف به البيت حجرة حجرة تقف في كل حجرة لحظات وتهمهم بكلمات وظلت كذلك حتى عاد ابنها فإذا هي تلقاه من وراء الباب مبخرة مهمهما وإذا الشيخ مغضب يلعن هذا الرجل الذي أكل الحسد قلبه فحال بين ابنه وبين المنبر والصلاة إمام المسجد وكان في المدينة عالم آخر شافعي كان إمام المسجد وصاحب الخطبة والصلاة وكان معروفا بالتقى والورع يذهب الناس في إكباره وإجلاله إلى حد يشبه التقديس كانوا يتبركون به ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم وكأنه كان يرى في نفسه شيئا من الولاية وظل أهل المدينة بعد موته سنين يذكرونه بالخير ويتحدثون مقتنعين بأنه عندما أنزل في قبره قال بصوت سمعه المشيعون جميعا اللهم اجعله منزلا مباركا وكانوا يتحدثون بما رأوا فيما يرى النائم من حظ هذا الرجل عند الله وما أعد له في الجنة من نعيم الشيخ المالكي وشيخ ثالث كان في المدينة وكان مالكي المذهب ولم يكن ينقطع للعلم ولا يتخذه حرفة وإنما كان يعمل في الأرض ويتجر ويختلف إلى المسجد فيؤدي الخمس ويجلس إلى الناس من حين إلى حين فيقرأ لهم الحديث ويفقههم في الدين متواضعا غير تياه ولا فخور ولم يكن يحفل به إلا الأقلون عددا العلماء غير الرسميين هؤلاء هم العلماء ولكن علماء آخرين كانوا منبسين في هذه المدينة وقراها وريفها ولم يكنوا أقل من هؤلاء العلماء الرسميين تأثيرا في ذهماء الناس وتسلطا على عقولهم منهم هذا الحاج الخياط الذي كان دكانه يكاد يقابل الكتاب والذي كان الناس مجمعين على وصفه بالبخل والشح والذي كان متصلا بشيخ من كبار أهل الطرق والذي كان يزدار العلماء جميعا لأنهم يأخذون علمهم من الكتب لا عن الشيوخ والذي كان يرى أن العلم الصحيح إنما هو العلم اللدني الذي يهبط على قلبك من عند الله دون أن تحتاج إلى كتاب بل دون أن تقرأ أو تكتب الصبي والعلماء وكان صبينا يختلف بين هؤلاء العلماء جميعا ويأخذ عنهم جميعا حتى اجتمع له من ذلك مقدارا من العلم ضخم مختلف مضطرب متناقض ما أحسب إلا أنه عمل عملا غير قليل في تكوين عقله الذي لم يخلو من اضطراب واختلاف وتناقض لعلماء الدين في القرى ومدن الأقاليم منزلة كبيرة تفوق منزلتهم في القاهرة تبعا لقانون العرض والطلب كان الصبي متأثرا بنفسية أهل الريف يعتقد أن علماء القرى فطروا من طينة نقية ممتازة غير الطينة التي فطر منها الناس جميعا قسم الصبي علماء المدينة إلى سلاسة كاتب المحكمة الشرعية إمام المسجد الإمام المالكي أما عن كاتب المحكمة الشرعية فهو لم يفلح في الأزهر ويؤمن بالمذهب الحنفي له أخ يعمل بالقضاء دائما الفخر به ويزم القاضي الذي يعمل معه يمجد من فقه أبي حنيفة ويقلل من فقه مالك والشافعي وكانت المنافسة قوية بينه وبين الفتى الأزهري وخاصة في الخطبة والصلاة بالناس يوم الجمعة العالم الثاني إمام المسجد عرف بالتقى والورع ويؤمن بالمذهب الشافعي الناس يتبركون به ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم وقد تذكره الناس بعد موته بالخير وتحدسوا عن النعيم الذي أعد له في الجنة الإمام المالكي لم ينقطع للعلم ولم يتخذه حرفه يعمل في الأرض ويتجر ويذهب للمسجد ويؤدي الصلوات الخمس يجرس إلى الناس ويقرأ لهم الحديث ويفقههم في الدين ومن العلماء غير الرسميين الخياط وصف بالبخل والشح اتصر بشيخر من كبار أهل الطرق وكان يحتقر العلماء لأنهم يأخذون علمهم من الكتب ويرى أن العلم الصحيح هو العلم اللدني وكان الصبي يتردد على هؤلاء العلماء جميعا وكان لهم تأثيرهم الكبير في تكوينه العقلي الذي لم يخلو من الطراب واختلاف في التكوين أبنائي وبناتي طلبت وطالبات السانوية العامة قدمت لكم قراءة لأحداث الفصل وعرضا لفكره الرئيسة ترقبوا في الفيديو القادم إن شاء الله تلخيصا للأحداث على هيئة سؤال وجواب كانت معكم دعاء الجندي متمنية لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته